شاقش هذا الموضوع مع فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة مساء الخير أستاذ فضل مساء النور شكرا جزيلا على الاستضافة مدير إدارة القضاء العسكري اللواء محمد كنجو قال إنه تم الإفراج عن آلاف المعتقلين هل فعلا تم الإفراج عن الآلاف من المعتقلين؟ يعني ربما يكون كلامه مضبوط لكن نحن ما بهمنا المعتقلين اللي خلفية جنائية هدول ما بهمونا نحن نحن بهمنا اللي عم نحكي عنهم والاختصاصنا واللي بهموا الناس هن المعتقلين اللي على خلفية سياسية خلفية الحراك خلفية معارضة النظام اللي اتهمهم بالإرهاب أما إذا واحد بالفعل كان عم يعمل عمل إرهابي أو يعني بده يفجر شيء فهذا اعتقله النظام وبعدين أفرج عنه بس أنا ما بعتقد أنه تم الإفراج عن آلاف نحن اللي أفرجوا من خلفية سياسية وهذا اللي التقرير أتحدث عنه هو يعني حتى الآن أقل من خمسمائة شخص اللي تم التحقق منهم فقط وباقي عند النظام أكثر من مية واثنين وثلاثين ألف الشهر الماضي النظام رجع تقل مية شخص يعني مش من اللي أفرج عنهم من أشخاص تانين بمعنى أنه النظام بحاجة إلى يعني مئات السنوات ليفرج عن كل المعتقلين إذا تم على هاي الوتيرة يعني أما إذا كان النظام عم يفرج عن هو دائما بيستغل هاي الفرص وهذا حصل نحن مراقبنا تساطعش هذا المرسوم العفور خمتساطعش دائما أستاذ محمد النظام بيفرج عن جنائيين وبيفرج مشان يخلط الحابل بالنابل وبيقول أنا أفرجت عن الآلاف أو عن المئات لكن بالحقيقة الأغلبهم وقد يكون من هدول الجنائيين فهذا رصدنا بمراسيم العفو دائما هن موالين للنظام شبيحة ارتكبوا بالفعل أعمال إجرامية بحق مواطنين آخرين من نهب سلب اغتصاب فاعتقلتهم اعتقلوا النظام برد بمراسيم العفو بيطالعهم حتى يرجع يوظفهم مرة أخرى يعني هذا الحيال لا يمكن أنه تنطلي على ويبدو غريبا أن مدير إدارة القضاء العسكري ويتحدث عن أعداد تقديرية تقريبية يعني لا يحدد حتى الرقم طبعا الدولة يعني غير معقول يعني أن تفرج عن أعداد لا تعرف بالضبط كم هي يقول ألاف هكذا نعم أول شيء أول آلاف هاي نقطة ملاحظة مهمة تاني شيء فين الأسماء فين قوائم اللي أفرجت عنهم فين ما بيتم الإعلان عنهم لا على موقع الكتروني ولا بينشروا بالعكس أخذوهم وهذا حكينا أنه هو انتهاك هذا قرية الإفراج هي انتهاك لحقوقهم مثل قطيع من وشلفوهم بالساحات بدون إخبار أهلهم ولهيك سبب هاي البلبلة ولكن هاي البلبلة هي أجت بالحقيقة لصالحنا ولصالح قضية المعتقلين لأنه أدانت النظام وأثبتت أنه إذا كل هدول عابينتظروا عندهم معتقلين معناته كم هائل النظام عنده معتقل من الشعب السوري وهذا بينسوا في رواية النظام أنه ما عنده أعداد كبيرة من المعتقلين لكن الطريقة لا في قوائم ولا في رقم تقديري ولا في هدول شو التهم اللي كانت عليهم لأنه حتى هذا المرسوم اللي نصه يعني أوسع من المرسيم حتى إذا بنحكي أوسع بقليل لكن أنه عدل لأفضل موت إنسان هذا الاستثناء نعم بس كثير نحن بنعرف أن أول شي أنه المعتقل هو بيتم انتزاع منه اعترافات تحت التعذيب وهو بيبصم على أمور هو ما ارتكبها يعني هذا بيكون قسم كثير من المعتقلين التهم بأنه قتل إنسان ونحن حكينا مع عشرات المعتقلين وقالوا إننا نحن فيه هيك تهم أصلا هو المعتقل ما بيعرف شو التهم اللي عليه لا هو ولا المحام يتبعه يعني هاي تفاصيل مهمة الناس ما بتعرفها ما بيعرف هو ليش هذا إذا أحيل عم بحكي على المعتقلين المعتقلين اللي أحيلوا للمحكمة وإنه فقط تلت المعتقلين تلتين المعتقلين هدول ما صدرت أحكام حقهم ولا أحيلوا لمحاكم أصلا القسم الأكبر من المعتقلين لهيك نحن وقت مراسيم العفو بدنا نهدي شوي والناس عم تكتبوا على صفحات التواصل وبتنشر ترفع سقف التوقعات نهدي شوي تلتين المعتقلين هدول ما بتشملهم مراسيم العفو لأنه هدول ما أحيلوا ما عنده حكم لحتى يتم العفو عنه التلت فقط هذا التلت هو ما بيعرف شو التهم اللي عليه لا هو ولا المحام يتبعه نحن هون عم نتكلم عن حقيقة غابة وهي المحكمة اللي يحيل إلها بتتذكر نحن غطيتوا تقرير الموسع عن محكمة الإرهاب شفنا أنه هاي هي عبارة عن فرع أمن يعني هي لا تنطبق عليها أي صفة من صفات المحكمة لا هي محكمة الميدان العسكرية أسوأ منها والأفرع الأمنية بتحيلها المحكمة موش النيابة يعني يعني عمين حال من فرع أمن وهذا الضبط الضبط هو بيتاخذ تحت التعذيب وبيقر عليه المعتقل ما عنده خيارات ما يقر عليه يعني فبيتم إدانته بتهم انتزعت منه تحت التعذيب بعدين بيجي أنه بدنا نعفو عنه عن التهم اللي هو أصلاً ما ارتكبها هذا بالنسبة للثلث اللي يحالوا أساساً كما قلت من الثلث اللي يحالوا ضمن التصريحات التي ننقلها أيضاً هناك تصريح للقاضي العسكري العقيد أحمد توزان قال كل من شملهم العفو من المقيمين في الخارج يستطيعون العودة وترفع تلقائياً مذكرة البحث عنهم دون الحاجة لمراجعة أي جهة إلى أي مدى يمكن الوثوق بذلك؟ يعني هذا سؤال كتير مهم ولازم الناس تعرف وهذا الأمر يتغطب على أوسع جهة الشخص ما بنعرف لا أنا ولا أنت إذا في حكام طلعت بحقنا ما بنعرف ما حدا بيعرف ما حدا بيتم إرسال مذكرة قضائية بيقول له في حكم بجوز أنت تعتقل ويكون في حكم طالع بحقك وما بتعرف فنحن ما بنوصي حدا من اللاجئين أو من النازحين أنه يرجع لأنه هذا كلام وهمي غير موجود على أرض الواقع والأسف اللي ما بيشتغلوا بملف المعتقلين اللي برجع بقول هو ملف شديد التعقيد والحساسية فما بيعرف بهذا التفاصيل ما بيعرف الشخص أي شخص سوري الآن لأنه الاعتقال هو أقرب لخطف ما بيتم فوق مذكرة اعتقال يعني بجوز يكون صادر بحق أي شخص حكم وهو ما بيعرف أنه في حكم صادر بحقه لا في قوائم ولا في إبلاغ ولا في شيء فبيقول له هذا أرجع بعدين بيقول له أنت في حكم ما حدا بلغني ما تم إبلاغه ما تم اختاره ما تم أنه مراسلة عائلته أو الذهاب إلى منزله أو الاتصال فيه ما في هذا الشيء أبدا ليس هناك الإجراءات المتبعة عادة يعني في دول أخرى طيب من خلال تعاملكم أيضا في الشبكة مع منظمات حقوقية دولية كيف تم النظر إلى قضية مرسوم العفو وجملة يعني المراسيم التي سبقتها أيضا مثل تجريم التعذيب يعني كيف يتم النظر في إنجازة تعبير المجتمع الحقوقي الدولي تجاه هذه التصرفات أو المراسيم التي يصدرها النظام باعتبارها يعني قد يروج هو إلى أن هذا نوع من تغير في سلوك النظام الذي كان مطلوبا منه هلأ يعني خلينا نفرع بين شغلتين المؤسسات الدولية الحقوقية ما بينطلع عليها هي يعني ترائب الوضع بسوريا وهي معنا خطابها معنا وهي مؤسسات يعني نزيها وأيضا بيساهم بيكشف هذا الشيء في شراكات بينها وبين مؤسسات حقوقية محلية فالصورة واضحة لديها وهي اشتغلت تقارير وعندها بنية النظام وهي كريته ولكن خلينا نحن نحكي عن تعامل الدول وبالفعل وصلنا نحن يعني بعد ما أصدرنا هذا التقرير وصلنا يعني فيدباك من دول عديدة من بحث نسمي بريطانيا ألمانيا الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية وغيرها من الدول وهذا أمر مهم الرد على ما يقوم به النظام لأنه هذا عنده عدة اعتبارات أنه نورجي أنه لا ما اتخذ خطوة بالاتجاه الصحيح ولا مثل ما ذكرنا أقل من واحد بالمية هذا اللي شمل وإذا استمر على هاي الحالة بده ميتين سنة إذا استمر بهذه الوتيرة وهذا إذا ما اعتقد فهذا لازم يتم توضيحه وبالفعل كان هذا واضح بالتقرير وحتى الفيد باك الإجانة أيضا هو مهم استاذ محمد بموضوع اللاجئين أو عودتهم أنه هذا تصار في وهذا سمعناه بمرسيم عفو سابقا من قبل بعض المسؤولين أنه طلع مرسوم عفو أو حتى من قبل بعض الصحفيين اللي هو إجا بده ينشر عن مرسوم العفو أنه طلع مرسوم عفو فهذا تفنيد هذا المرسوم هو واجب المؤسسات الحقوقية الوطنية ووسائل الإعلام الوطنية مثلكم أنه نحن نورجي أنه هذا العفو وقدش هو محدود وقدش هو وهمي وأنه هو بيجي يعني فيه منظومة حتى تطبق هاي مراسيم العفو فهي ما بتطبق بشكل يعني فيه تفاصيل مثلا ممكن نشير لتفصيل بسيط أنه هو المعتقل ما فيه عليه كمان حكم واحد ما فيه معتقل على خلفية الحراك الشعبي ضد النظام بس متهم بالأرهاب هو متهم بالأرهاب وضعاف الشعور القومي إسارة النعط كلها تهم ما تشاهف تهم مطاطة فيها تلبسها لأي مواطن مانا محددة وليست معرفة فمتهم إذن بسبعة من تسع تهم أحيانا بيكون بيناتهم قتل تعزيب مواطنين نهب ممتلكات ضبط أمني طويل عريض بحيث إذا طلع حتى مرسوم عفو بيشملوا من جريمة أو جريمتين أو بيخففضوا الحكم تابعه بيجي أربع خمس جرائم ما بيخفضوا له فهذا أيضا أمر كتير كتير مهم أكتر من هيك خليني أقول تطبيق المراسيم هاي مو بييد النيابة العامة هذا بييد الأفرع الأمنية يعني وصل للأفرع الأمنية هذا مرسوم العفو هي بتحدد إذا معتقل انطبئت عليه مثلا ما عليه غير تهمة الأرهاب وشملته إذا رئيس الفرع ما بده يطالعه ما بيطالعه ما في وزارة عدل هون يعني هي وزارة العدل مسخرة مش موجودة وهذا ما يجعل يعني الإفراج عن المعتقلين أمرا محدودا وانتقائيا جدا شكرا جزيلا لك فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة